قررنا إلغاء العمل باسم جبهة النصرة وإعادة تشكيل جماعة جديدة ضمن جبهة عمل تحمل اسم جبهة فتح الشام علماً أن هذا التشكيل الجديد ليس له علاقة بأي جهة خارجية أبو محمد الجولاني في تسجيل مصور للمرة الأولى يعلن فك ارتباط النصرة بالقاعدة وتشكيل جماعة سورية جديدة تحت اسم فتح جبهة فتح الشام لا ترتبط بأي علاقة مع أي جهة خارجية هذا هو خبر اليوم أما في بقية الخبر فتساؤل عما إذا كانت خطوة كهذه ستقل جبهة من أن تكون الهدف التالي للتحالف الدولي ضد الإرهاب بعد تنظيم الدولة الإسلامية أهلاً بكم بعمامة بيضاء وبزة عسكرية واستحضار لأسامة بن لادن في الشكل على أقل تقدير ظهر أبو محمد الجولاني في شريط فيديو أعلن فيه التخلي عن اسم جبهة النصرة وتشكيل جماعة جديدة هي جبهة فتح الشام لا علاقة لها بأي تنظيم خارج سوريا كما قال الجولاني برر الخطوة بأنها لسحب الذرائع من المجتمع الدولي وخاصة للولايات المتحدة وروسيا ساعات قليلة فصلت بين إعطاء تنظيم القاعدة الضوء الأخضر للنصرة لفك الارتباط وبين ظهور زعيمها الملقب بأبو محمد الجولاني ويعلن عن فك الارتباط بالقاعدة وتغيير اسم النصرة إلى جبهة فتح الشام فقد قررنا إلغاء العمل باسم جبهة النصرة ويعادة تشكيل جماعة جديدة ضمن جبهة عمل تحمل اسمه جبهة فتح الشام علما أن هذا التشكيل الجديد ليس له علاقة بأي جهة خارجية بيان تنظيم القاعدة أبلغ جبهة النصرة أن بوسعها التضحية بروابطها مع القاعدة إذا لازم الأمر للحفاظ على وحدتها ولمواصرة الجهاد الشامي وفقا لما جاء في التسجيل الصوتي وانطلاقا من مسؤوليته فإننا نوجه قيادة جبهة النصرة إلى المضي قدما بما يحفظ مصلحة الإسلام والمسلمين ويحمي جهاد أهل الشام ونحثهم على اتخاذ الخطوات المناسبة اتجاه هذا الأمر وهذه خطوة مننا ودعوة كذلك لكل الفصائل المجاهدة على أرض الشام أن اجتمعوا على ما يرضي الله وتطاوعوا فيما بينكم وتعاهدوا على الولاء لأهل الإيمان والبراء من أهل الظلم والكفران قرار فك الارتباط بالقاعدة جاء انفصالا نهائيا للجبهة عن التنظيم ومع ذلك شدد الجولاني على أن الجبهة الجديدة لا ترتبط بأي تشكيل خارجي محددا أولويات عملها جبهة النصرة التي تعد إحدى أقوى الفصائل المعارضة لكل من بشار الأسد وتنظيم الدولة الإسلامية تربعت في أعلى قائمة المنظمات الإرهابية التي وضعتها الولايات المتحدة كما فرض عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقوبات رغم أنها كثيرا ما تقاتل في نفس جانب جماعات المعارضة الرئيسية من ناحية الاستراتيجية اعتمدت النصرة على تجنب القيام بعمليات خارج الجغرافيا السورية ولم تتبنى النهج الذي اتبعه تنظيم الدولة بالقيام بعمليات فردية في الغرب بل إنها اعتمدت على التواجد في الجبهات وكسب ثقة الأتباع من خلال قتال قوات الأسد وكسب ود فصائل سورية معتدلة وعمل تحالفات معها لكن مع كل هذا خرجت احتجاجات ضد ممارسات النصرة في عدة مناطق خاصة مع تزايد أحداث خطف الصحفيين ومنع رفع علم الثورة السورية في المناطق التي بسط النفوذ عليها واقتحام مقرات الجيش السوري الحر ينضم إلينا من اسطنبول سمير نشار عضو الائتلاف السوري المعارض سيد نشار لطالما أنتم في المعارضة السورية بمختلف هيئاتها طالبتم جبهة النصرة بأن تفكر طباطها مع تنظيم القاعدة ما رأيكم اليوم بهذه الخطوة؟ خطوة صحيحة وفي الاتجاه الصحيح لكنها متأخرة جدا للأسف الشديد وبحيث فقدت مفعولها بحيث ظهرت وكأنها خطوة اتقاء لضربة جوية أمريكية روسية لأن جبهة النصرة مصنفة منظمة أرهابية لم تستمع جبهة النصرة لنصائح السوريين التي طالبتهم بالتخلي عن جبهة النصرة والالتزام بخيارات الشعب السوري وضرورة مغادرة الأجانب سواء كانوا عربا مسلمين أو من خارج دائرة العروبة من أي دولة إسلامية لا يحق لهم وليس الشعب السوري بحاجة لأن يكونوا مقاتلين مع السوريين ضد نظام بشار الأسد وهذا شوها كثيرا ليس ما فقط من النضال السوري ومن ثورة السوريين وإنما شوها بحيث ألحق بها تشوهات وصفات أنها أصبحت في نظر قطاع واسع من الرأي العام سواء كانت حرب أهلية أو منظمات أرهابية هي التي تسيطر على الساحة السورية كنا نتمنى على جبهة النصرة أن تتخذ هذه الخطوة من فترة بعيدة جدا وحاليا أنا كما أعتقد وبرأيي أنها إذا أرادت جبهة النصرة فعلا أن تكون ثورة سورية وملتزمة بخيارات السوريين ككل عليها اتخاذ بعض الخطوات السريعة والإنقاذية واحد إبعاد جميع الغرباء والأجانب عن جبهة النصرة أو عن التنظيم الجديد فتح الشام ومغادرتهم سورية هذا أولا ثانيا عليها تنظيميا أن تندمج مع تنظيم آخر يكون قريب إليها زو مرجعية إسلامية ولكنه يلتزم بخيارات الشعب السوري لا يمكن لأي تنظيم سواء كان إسلاميا أو غير إسلامي أن يفرض نمطا أو نظاما سياسيا بقوة السلاح على كامل السوريين الآن ماذا نقول ما فرق بين جبهة النصرة وقوات البيدي حليفة النظام السوري التي فرضت من طرف واحد الفيدرالية قد يكون قطاع واسع من السوريين يؤيد الفيدرالية لكن لا يحق لأي فصيل وصفت الخطوة بأنها جيدة لكن متأخرة طيب الآن النصرة وقد اتخذت هذه الخطوة ماذا عليكم أنتم كمعارضة سورية أن تفعلوا تفتحوا خطوطا معها أم ماذا يا ريث نحن في وقت مبكر جدا يعني بكل توضع أنا بالصدفة في عام 2012 كان من أول الأشخاص المعارضين أنه اجتمعت مع أحد أفراد القاعدة أو جبهة النصرة في مدينة حلب طيب هذه معلومة جديدة أنت الآن تكشفها وكان لدي الرغبة في الاستمرار في الحوار وذلك لبحث الأضرار والأزاء التي يمكن أن تلحقه القاعدة في السورة السورية وهذا ما حصل وهذا ما تحقق نحن نطالب كمعارضة سورية اليوم وغدا وبعد غد نطالب جبهة النصرة كما ذكر ضرورة خروج الغرباء ضرورة الاندماج مع التنظيمات السورية الأخرى ولو كانت ذات مرجعية إسلامية لا مشكلة في ذلك ضرورة الالتزام بخيارات الشعب السوري لا يحق لأي فصيل مهما كان نوعه أو عرقه أو جنسه أن يقول أنه بدي أفرض نظام سياسي في مستقبل السورية نعم هو الجولاني يريدون إقامة حكم الله وشرع الله بحسب توصيفه الآن أستاذ ثمير نشار نفهم منكم أنكم في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مستعدون أن تفتحوا قنوات اتصال مباشرة مع جبهة النصرة بعد أن غيرت اسمها إلى جبهة فتح الشام يا سيدي أنا ذكرت لك قبل هالوقت بكتير نحن عرضنا بقنوات خلفية برورة فتح حوار معها هذا ليس مشكلة إذا كان يخدم الهدف الأساسي هي أن تقوم النصرة بالابتعاد ليس فقط عن تنظيم القاعدة وإنما أن تكون تنظيما متطرفا اليوم وقبل أن أصل إلى الاستوديو كان هناك تصريح لمسؤول عسكري أمريكي قال تغيير الاسم لا يعني أن جبهة النصرة قائد القيادة الوسطى الأمريكية قال أن جبهة النصرة ما زالت جزء من تنظيم القاعدة حتى لو غيرت اسمها بالطبط فهذا يعني أن الجميع يعرف أن هذا القرار اتخذ نتيجة الضغط أو نتيجة الخوف من القصف الجوي أو في محاولة استباقية لتجنب القصف الجوي الذي سوف ليس فقط سوف تتعرض له النصرة وإنما سوف يكون زريعة للقوات الجوية الروسية لقصف جميع قوات المعارضة المعتدلة السورية سواء كان جيش حر أو كتائب اسلامية معتدلة وهذا هي الطامة الكبرى عندما يتفق الأمريكان والروس بغطاء دولي على ضرب جبهة النصرة ويقومون بتصفية الجيش السوري الحر والكتائب الإسلامية لأن الجميع يعرف حجم التداخل الميداني بالمعارك ما بين جبهة النصرة وباقي الفصائل أنت تتوقع أن هذا التغيير هذا فك الارتباط لن يغير أبدا من الاتفاق الروسي الأمريكي الوشيك حتى الآن لا أعتقد أنه سوف يغير إذن ما الحل؟ لذلك أنا أقول لك أنا أقول لك الحل أن تقوم فتح الشام وبإجراءات سريعة فورية بإخراج الغرباء من صفوفها أن تندمج مع تنظيم على سبيل المثال أحرار الشام وهم قريبين جدا من حيث التنظيم ومن حيث الإديولوجيا من جبهة النصرة أن يلتزموا بخيارات الشعب السوري كما التزمت أحرار الشام في بيان مؤتمر الرياض الذي وافقت عليه كل الفصائل وكل الأطياف يجب أن تكون فتح الشام إذا كانت جدية وحقيقية بإجراء تحولات جزرية في مفهومها لإنقاذ الثورة السورية عليها أن تتوافق مع باقي المكونات السورية يجب أن تعلم جبهة النصرة وفتح الشام وأحرار الشام سوريا كلها ليست فقط مسلمين هناك مسلمين وهناك مسيحيين وهناك علويين وهناك دروز وهناك عرب وهناك أكراد ليسوا كلهم عرب سني هذا أولا ثانيا أنا مسلم وعربي وسني أنا لا أريد دولة إسلامية كيف يمكن لجبهة النصرة أن تفرض عليه خيال دولة إسلامية وأن لا تأخذ رأيه هذه نقطة مهمة تساؤلات كثيرة ابقى معي أستاذ سامير نشار ينضم إلينا الآن مشاهدة من إسطنبول أيضا عبد الرحمن الحاج الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية سيد الحاج هذه الخطوة التي اتخذتها النصرة وأعلنها الجولاني قبل قليل هل هي انفكاك بين قوسين تنظيمي عن القاعدة أم تغيير في النهج كليا لا هو من الواضح أنه تغيير تنظيمي بالدرجة الأولى وأن تداعيات ذلك على المستوى الأيديولوجي ليست واضحة بعد حتى الآن لا يبدو أن هناك تغييرات عميقة ولا يوجد أي إشارات إلى حدوث تغيير على المستوى الأيديولوجي واضح أنه تغيير شكلي إطار تنظيمي للهروب من ضربات الجوية وأيضا هناك أخطار كثيرة تتعلق بالشارع السوري وتتعلق بالمعارضة السورية هناك ضغط كبير على جبهة النصرة وهي الآن تحاول أن تنجو بنفسها هذه الخطوة هي في الحقيقة من أجل مصلحة النصرة وليس لها علاقة إطلاقا بموضوع مصلحة الشعب السوري أو ربما لنقول أن مصلحة الشعب السوري هي في الدرجة الثانية وبالتالي لا يمكن التعويل على هذا الانفكاك بانفكاك من نوع آخر الذي هو الانفكاك الأيديولوجي وخصوصا أن في صفوف النصرة هناك عدد لا بأس به من المهاجرين أو من المقاطلين العرب والأجانب والذين يلعبون دورا قياديا وينتمون إلى أيديولوجيا عابرة للحدود وحتى أيضا هذه الجبهة في بيانها القصير المقتضب الذي أذيع اليوم لا تشير إلى شيء متصر في سوريا سوى الإطار التنظيمي أنه محصول في إطار الحدود السورية ولكن على مستوى القناعات وعلى مستوى المشروع والذي تتخيله في المستقبل لا أعتقد أن هناك أي تصور يرتبط بالحدود الوطنية هناك تصور عابر للحدود ينضم إلينا الآن مشاهدين هاتفيا الدكتور حذيفة عبدالله عزام الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية دكتور حذيفة هل هو أكثر من مجرد تغيير واجهة تغيير اسم يعني كانت جبهة نصرة صارت جبهة فتح الشام نعم لا فرق أخي الحبيب بين فتح الشام أو جبهة النصرة الأمر وما فيه كالتالي أولا أرادت النصرة كما ذكر ضيفك الكريم حقيقة أن تتخذ غطاء جديد تحاول من خلاله أن تتجنب ضربات التحالف هذا من ناحية ولكن من ناحية أخرى هي رادة أن تقنى الشعب السوري أن تغيير الاسم لن يؤثر ولن يغيير لأن الولايات المتحدة الأمريكية أو قوات التحالف ستستمر ضرب جبهة النصرة حتى لو غيرت اسمها ولتثبت بعد أن خسرت كثيرا من قاعدتها الشعبية في داخل سوريا لأنها لم تكن السبب في الضربات التي تشن على سوريا من قبل قوات التحالف ومن قبل روسيا أو الطيران الروسي لهذا ما أود قوله هنا المشكلة الرئيسية عندنا ليست قضية انفكاك تنظيمي أو بقامة تنظيم ليست في قضية تغيير اسم المشكلة الرئيسية هي في الايديولوجيا أو في الفكر ولهذا أنا كنت قد تكلمت سابقا هذه جهود حقيقة فطاعوا من خلال جهود مثلها مجلس شورى أهل العلم في الشام وكانوا يرون في بقاء جبهة النصرة تحت مسمى القائدة أو بارتباط جبهة النصرة بتنظيم القائدة حجر عفرة في قضية تنخيض الفصائل في بلاد الشام ومن هذا الباب خسرت القائدة كما ذكرت كثيرا من القائدة الشعبية في داخل سوريا لما جلبته أو جرته على الثورة السورية وعلى التريهين من ضربات ومن هجمات ومن تحالفات أدت إلى تراحة الثورة السورية كثيرا إلى الوراء لهذا كما ذكرت آني فأكرر مرة أخرى القضية هي قضية الأصل عندنا المشكلة الرئيسية عندنا هي في الأيديولوجيا أو الفكرة دكتور حزيفة ما الذي يمنع أو ما الذي منع جبهة النصرة من أن تقوم بتغيير أيديولوجي يقدم مصلحة الشعب السوري والثورة السورية على الولاء الأيديولوجي لتنظيم القاعدة طالما أن مصلحتها هي مصلحة كل المسلمين كما قال الجولاني هذا حقيقة هناك هو واسع وبون شاسع ما بين التنظير والتطبيق لدى القوم قضية التنظير والخطابات هذه يمكن أن تسمع فيها كل شيء ولكن قضية التطبيق عندنا على الأرض نحن نلمس بون شاسع ما بين الخطابات الرنانة الخطابات حقيقة التي حدفها الدعاية والإعلام وأن تكسب أكبر قدر ممكن من الأنصار سواء على الأرض أو في الخارج بالنسبة للأرض الناس حقيقة ما يهمها هو التعامل الميداني لجبهة النصر على الأرض وهذا جعل جبهة النصر حقيقة يعني تخفر كثيرا من قائدتها الشعبية في داخل سوريا الحركة الأخيرة هذه هي لها أعداء تلها غالية مستقبلية فهي خطوة على طريق أولا خطوة على طريق إعلان الإمارة هم يريدون إعلان الإمارة فكان المامع من إعلان الإمارة أنها مرتبطة بتنظيم دولي وتنظيم محارب دوليا وتنظيم إرهابي مدرج على نائحة الإرهاب العالمية لذلك كان لابد من تجاوز هذه العفرة لوصول فينا بعد الخطوة طيب دكتور حزيفة هذه نقطة لو سمحت لي هذه نقطة خطيرة تقول إن النصر فعلت ما فعلته لكي تعلن إمارتها تمام تمام سترى هذه في الأيام القادمة بل هي تريد أن تأخذ كل تريد أن تضع بقية الفصائل في موقف المحرج الفصائل السورية أنتم كنتم تقولون نحن لا نقبل بإمارة القاعدة لأن تنظيم القاعدة عفوا لا نقبل بإمارة جميلة مصر لأنها مرتبطة تنظيميا بتنظيم القاعدة المحارب دوليا المدرج على ميحة الإرهاب إلى آخرين الآن نحن قد فكتنا ارتباطنا بتنظيم القاعدة ما الذي يستطيعكم أن تنضموا الآن إلينا في إمارة نكون نحن أمراءها ونحن قادتها لما أننا قد فكتنا ارتباطنا بالتنظيم الدولي شكرا لك دكتور حذيفة عبدالله عزام الخبيرة في شؤون الجماعات الإسلامية أعود إليك سيد عبد الرحمن الحاج هذه نقطة مهمة للغاية هل فعلا تقدم النصرة على إعلان إمارتها وقد أشار في الواقع نائب الظواهر اليوم في خطابه صباحا إلى شيء من هذا بالتأكيد الاستراتيجية التي تريد في نهاية المطاف التي تتبعها تريد أن تصل إلى نهاية هي إقامة دولة إسلامية سنية نتحدث اليوم سيد الحاج قبل أسقاط النظام وقبل انتصار الثورة هل هذه الخطوة اليوم ستؤدي إلى إعلان إمارة؟ في المدى المنظور أستبعد أستبعد في المدى المنظور الوصول إلى إمارة الآن هناك عقبات كثيرة تحول دون الوصول إلى هذه النقطة يفترض أن لديها الآن أن تقبل إلى خطوة أخرى هي الاندماج بالفصائل أو دمج الفصائل فيها كما أتوقع أنهم يفكرون بدمج الفصائل ومحاولة تقليص عدد الفصائل الموجود على الأرض من أجل التمكين والتوجه بهذا الاتجاه لكن بكل تأكيد المستوى استراتيجي نعم هناك خطة نحو إعلان إمارة أما في المرحلة الرهنية فأستبعد أن يكون هذا الأمر في المدى المنظور على الأقل خلال هذا العام أو العام القادم لكن تبقى هناك مشكلة أن النصرة تفكر من خلال هذه الجبهة من استثمار هذا التحول الجديد من أجل ليس فقط إحراج الفصائل كما تفضل دكتور عبد الله وهو طبعا وهو حق يعني كما يقول ولكن أيضا من أجل التوسع أفقيا باتجاه الفصائل سيكون هناك أيضا صعوبة جديدة هو وجود المهاجرين وأيضا مشكلة في موضوع الخطاب الوطني الذي سوف يكون مطلوبا من جبهة النصر تبنيه ولكن أيضا ربما يحقق لجبهة النصر هذا التحول مزيد من انضمام الأتباع وربما أيضا سيؤدي إلى انشقاق بعض المهاجرين الموجودين في صفوفها أو عناصر القاعدة القدماء الذين يرفضون أي تحول من هذا النوع وسوف تحاول أيضا داعش استثمار هذا الانقسام داخل قيادة جبهة النصر ولو كان في الصفوف الثانية والثالثة من أجل استثمار ذلك في استقطاب العديد أو أرجند جدد لدولة الدولة الإسلامية أيضا ربما يؤدي ذلك إلى توقف تدفق المهاجرين إلى جبهة النصر وربما يؤدي ذلك إلى تحول هذا التدفق باستجاه داعش فهناك عدد من الآثار ربما يعني ليس لنا الآن أن نجزم بها ولكن نتوقع أن عدد من الآثار ربما ستظهر في الفترة القادمة سيتوقف ذلك طبعا على السلوك النصر نفسها هل هذه التحولات ستعكس تحولات حقيقية على مستوى السلوك أم أنها سوف تمارس نفس الممارسات القديمة وبالتالي سوف يكون لها انعكاس سلبي أي أنها لن تستثمر ذلك على المستوى الداخلي أستاذ سامير نشار من هذه الآثار التي أشار إليها عبد الرحمن الحاج الأثر عليكم أنتم في المعارضة السورية كيف تتوقعون أن يؤثر أن تؤثر هذه الخطوة على واقع المعارضة السورية هل تخفف عنكم العبء عبء ارتباط الثورة بهذه الجماعات أم بالعكس في الواقع أنا أعتقد أنه كما ذكرت أن هذه الخطوة ليست كافية وأنها جاءت متأخرة وعلى رغم أن القرار صائب ولكنه في التوقيت الغير مناسب بحيث فقدت مفعولها وبالتالي أنا كما ذكرت وكما أعتقد أنه على النصرة حتى تعطي معنى لهذا الانفكاك عن جبهة النصرة وأن تحوله إلى إنجاز عليها أن تقوم بجملة من الإجراءات والخطوات السريعة التي تؤكد فعلا أن هناك تحولا حقيقيا وليست فقط القضية هو تحول تنظيمي أو شكلي لتلافي ضربة معينة أنا أعتقد أنه أبعاد الغرباء والانتزام بخيارات الشعب السوري والتعهد بعدم فرض أي نظام سياسي بقوة السلاح والاندماج مع قوى أخرى من الفصائل السورية وهناك موضوع آخر يجب وهو ليس فقط مطلوب من جبهة النصرة وإنما من جميع الفصائل هو رفع علم الثورة السورية إلى جانب أعلامهم الخاصة علم الثورة السورية هو القاسم والراية الجامعة بين مختلف فئات الشعب السوري وهذه قضية لها رمزية شديدة وهي عنوان الثورة السورية نعم وصلت فكرة أستاذ سامير ناشا نعم أعود سريعا أستاذ عبد الرحمن الحاج كيف تتوقع أن يكون رد الفعل الأمريكي الروسي على هذه الخطوة والبلدان على وشك الاتفاق إن لم يكونا قد اتفقا أصلا على ضرب النصرة من الواضح جدا من خلال التعليقات الأولية التي ظهرت خلال الساعة الماضية أن هناك توجه لعدم التعامل مع هذا الانقسام الشكلي أو الانفصال الشكلي واعتباره مجرد محاولة للهروب من الضربة وبالتالي هم سيتعاملون مع تنظيم الجديد على أنه جبهة المصر نفسه وبغض النظر عن التسمية الجديدة له وبالتالي هذا يعني أنه لن تكون هناك تغيرات دولية تجاه جبهة النصرة سوف يؤدي ذلك إلى استمرار الخطة السابقة في موضوع استقصال جبهة النصرة أو ضرب واستهداف جبهة النصرة يعني ذلك أيضا أن ما فعلته النصرة جاء فعلا في الوقت الضائع وأنه لا فائدة حقيقية منه الآن كان ينبغي أن يكون ذلك قبل هذا الوقت بكثير سيد الحاج العكاس هذا على الواقع الميداني على الأرض تعرف جيدا والسيد سمين الشار وأنتما من مدينة حلب ماذا يجري هناك حاليا من دخول النظام واجتياحه لبعض المناطق المحررة كيف نتوقع أن تترجم خطوة النصرة واقعا على الأرض جبهة النصرة في داخل مدينة حلب تقريبا وجودها محدود جدا وفي أطراف مدينة حلب أيضا محدود هو الوجود الحقيقي لها هو في جنوب حلب وأيضا في المناطق القريبة من إدلب وبالتالي الآن ربما تتخذ جبهة النصرة ذريعة لاستمرار قصف وطحن مدينة حلب بعد حصارها والأجواء الآن في غاية الصعوبة في المدينة وتأثيراتها سوف تكون مدمرة بكل تأكيد لا نعرف ما إذا كان يقيم الأمريكيون وجود جبهة النصرة في مدينة حلب بأنه في مكان محدود أو لا ولكن إذا ما تم التعاطي مع وجهة النظر الروسية التي تقول بوجود جبهة النصرة في كل مكان وأيضا التعاطي مع كل التنظيمات العسكرية على أنها قريبة أو مثل جبهة النصرة سنتوقع نحن بالتأكيد أن الأمليات العسكرية سوف تكون شاملة وسوف تؤثر بشكل سربي جدا في مدينة حلب ربما تؤدي إلى نتائج من الأفضل لا نتحدث عنها الآن ولكن في مدينة حلب ستكون وخيمة إذا ما فعلا طبقت على مدينة حلب لكن نحن نؤكد أن داخل مدينة حلب لا توجد جبهة النصرة وجود جبهة النصرة محدود جدا عناصر لا تتجاوز العشرات وفي أحسن أحوال 200 أو 300 مجموعة عناصر موجودة في جبهة النصرة أو عناصر جبهة النصرة في العموم موجودة خارج مدينة حلب وهي موجودة بشكل خاص في منطق المناطق المحازية لإدلب أو مناطق إدلب نفسها فبالتالي نحن نتخوف أو أر على الأقل وجهة نظري أن تخوف من أن يؤدي الآن تؤدي هذه العمليات من ذريعة النصرة إلى استهداف ما تبقى من المقاتلين وأيضا التنظيمات العسكرية الموجودة داخل مدينة حلب في ظل حصار خانق شكرا لك عبد الرحمن الحاج الباحثة في شؤون الجماعات الإسلامية كما أشكر سمير نشار عضو الإتلاف السوري المعارض كان معنا من مدينة اسطنبول وبهذا مشاهدنا نختم حلقة هذه ليلة من برنامج الخبر بقية كونوا بخير اشتركوا في القناة